وصفة هامة في فصل البرد والشتاء مع قناة خنيفيسة يحسن المزاج ويزيل رائحة الفم الكريهة ينذف القولون يخلصك من مشكلة امساك القبض يعزز المناعة يطرد الغازات ويقوي المناعة والذاكرة ويعالج مشكل الكحة والرشح سنحتاج هنا كما تشاهدون معي احدى المكونات الغنية بالفيتامين ساي والتي نستعملها في التخلص من الغازات انه النعنى نقوم باخد غسله من الافضل يكون طري بعد ذلك نقوم بتقطيعه كما تشاهدون معي المرحلة المولية سأحتاج فيها اناء اقوم بوضع الحامض او الليم الحامض ونحن نعلم غناب الفيتامين ساي وكذلك تخليص جفاف الجسم من جفاف الحلق الانتهابات الانتهابات الرئة وكذلك مشكل الربو والحساسية هذه الوصفة جدا رائعة نصف حبة كافية ونقوم بطحن الخليط كما تشاهدون معي مع كأس من الماء من فئة مئة وخمسة وعشرون ميلي العسل الحر من بين اهم المكونات الطبيعية التي ننصحكم بتناولها في فترات الشتاء والبرد وخاصة لمن يعانون من مشكل التهابات القلون انتفاخ القلون وكذلك القبط والامساك ملعقة صغيرة كافية نقوم بطحن الخليط جيدا كما تشاهدون معي واقوم باضافة القليل من الماء لكي احصل على مشروب صحي مئة في المئة او عصير منعش